250 ألف دونومين مجموع المساحات المزروعة بكفرنبودة ومزارعها وقلعة المضيق استولت عليها ميليشيا أسد من أصحابها ونهبت محصولها ومئات الهكتارات تم إحراقها بقصف ممنهج فيما كان حصاد ما تبقى من المحصول مجازفة محفوفة بالمخاطر بسهل الغاب غرب حما قسم زيارة الحقلي في سهل الغاب الشمالي الغربي تتجاوز المساحة المحروقة الأربعة آلاف دونوم طبعا كلفة الدونوم للمزارع الواحد بحدودة 30 ألف هذه طبعا إذا كانت أرضه يعني إنتاجها 140 مليون هذه على مستوى مثلا قرية الزيارة أربعة آلاف دونوم فما بالك الجيش سيطر من قلعة المضيق للمناطق الشمالية أقلب المناطق التي لم تسيطر عليها النظام تم حرقها قبل عمليات الحصاد بينما خسرت الحويز وباب الطاقة وقلعة المضيق كاملة ثروتها السمكية المقدرة بثلاثة ألاف دونوم بعد أن سرقتها ميليشي أسد في حين تقدر الخسائر المالية للمزارعين بحماء قرابة 15 مليار ليرة سورية ترك المزارعون جني ثمار محصولهم نتيجة الانخفاض الحاد لسعر بيعها وارتفاع سعر نقلها وتسويقها في ظل المخاطر التي يتعرضون لها والتي سبق وأودت بحياة كثير من المزارعين في طريقهم إلى أراضيهم ومحاصيلهم من منزلة الحصادات بدنا نحصد صار علينا قصف في ناس حرقة محاصيلها الزراعية وفي ناس تحت القصف وبالخوف جنة المحصول الزراعي حتى بنسبة قليلة صار نتزل الحصادة تشيل بس الحبوب التمن ما تنتجوا بدنا نجي آخر الموسم نحاسب نفسنا أننا طلعنا مكسورين صار نحطت شي مليون ونصف طلعت مكسور ما جاني المليون ونصف جاني طلعت مكسور بـ 800 ألف سياسة التدمير الممنهج لقطاع الزراعي من قبل ميليشيا أسد حاربت الهالي بلقمة عيشهم أحرقت أراضي القمح والشعير وجعلت الوصول إلى البساتين محفوفا بالموت البعض عزف عن الزراعة وتكبد تكلفتها لعلمهم المسبق بأنهم لن يجنوا تمارها سفل عبدالله لأوريانت نيوز ريفو حما